دعا المركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عمان مؤسسات الأمم المتحدة إلى الاطلاع بدور إنساني أكبر في اليمن من أجل تقديم خدمات أفضل للجرحة نعم جاء ذلك في بيان المركز أصدره في اختتام رحلة علاجية لخمسين جريحا من محافظات صنعاء وإبو مأرب وإعادة تأهيلهم حركيا وذكر البيان أن المركز عمل ومنذ إنشائه على إعادة تأهيل تسعمائة جريح من مبتوري الأطراف من عدة محافظات يمنية بتقنيات ومواصفات عالمية المركز الذي يشرف عليه قائد المقاومات الشعبية في تعز الشيخ حمود المخلافي شدد على قيام منظمات الأمم المتحدة إلى الاطلاع بدور إنساني أكبر في اليمن والعمل على تنسيق أنشطتها الإنسانية في إطار خطة عمل إطارية تضمن شراكة وفعلية الجميع من أجل تقديم خدمات أفضل للجرحة ذوي الإعاقة أشكر مأسسة الشيخ حمود المخلافي على هذا النموذي الرائع والله لا أشعر بها كطرف صناعي وكأنها رجلي اللي أمشي بها بعد انفجار اللغم ما كنت توقع أن رجلي بترت لما نظرت رجلي بترت خلاص فقدت الحياة فقدت الأمل بعد أن ركبت الطرف الصناعي ومشي وأمارس الرياضة لعلكم شفتوا اللعب اللي مارسناه في المباراة الودية أهم ملل وخفيف إلى أعلى مستويات أمشي أضرب ضربات جزاء أرمي تماس أجري بسرعة فائقة ولا أحس بكلل ولا بملل ولا بتعب ولا بألم ترجمة نانسي قنقر